بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هنكمل شابتر 6 لستراب فوتينج النهاردة هنريد أن نتكلم عن الجزء السادس من خطوات تصميم الأعدة بتاعة الجار أو أعدة الشداد أو الستراب فوتينج زي ما بنقول إحنا الأجزاء السابقة صممنا القواعد نفسها مفروض في الجزء ده إن شاء الله هنبتدي نصمم الستراب نفسه عشان نصمم الستراب نلازم نرسم السترينج أكشن بتاعه نرسم السترينج أكشن إزاي؟ هنرسم طبعا الشير فورس دياجرام ونبتدي نرسم البندينج مومنت دياجرام زي ما تعلمناه في الستركشا طبعا أهم حاجة أنت تجيب الماكسوم مومنت بتاعك الماكسوم مومنت ده بيبقى عند المسافة اللي هي من الزير وشير زي ما تعلمناه في الكمبايند فوتينج طيب جبنا الـ M ماكسوم هنبتدي نجيبي الـ D بتاعة الستراب عبارة عن C1 اللي هي بخمسة في جزر M ماكسوم اللي أنت جايبها من هنا على الـ P بتاعة الستراب في الـ FSU وبعد هنا بتيجي بالـ T بتاعة الـ Strap عبارة عن D-S زي خبعة ودي بتقرب لأقرب خمسة سنتي بالزيادة عشان أقدر أنفذ كده أنا جبت الـ Dips بتاع المومنت طبعا احنا بنصمم الـ Strap خلي بالك مش زي الفوتينج احنا بنصمم الـ Strap كما لو كانت كاميرا كاميرا زي ما انتخدتها في الـ Reinforced Concrete 1 و Reinforced Concrete 2 فمش هنصممها زي الـ Footing بتاعنا طيب عايزين يطلع الحديد بقى بتاعنا لـ Moment طيب عندي كذا Section فيه Section واحدة هوت وفيه Section 2 وفيه Section 3 فيه عندي مومنتات كتيرة طب انا هاخد ايه Section واحد ده بتاع الـ M maximum طيب و Section 2 هاخد الأكبر من M1 و M2 2 و Section 3 اللي هو بتاع M3 يبقى انا عندي حديد هيتحط هنا وفيه حديد هيتحط سفلي هنا وفيه حديد هيتحط سفلي هنا في الكاميرا بتاعتي او الـ Strap بتاعتي هصمم ازاي يما نصمم بالـ First Principle اجيب الـ A واشيق عليها وبعدين اجيب الـ Area S او بالقانون بتاعنا العادي ان احنا نجيب الـ Area S بتساوي الـ M على الـ J في الـ D في الـ F من ييلد وقارنوه بالـ Area S minimum خلي بالك الـ Area S minimum هنا ده مش فوتنج ده دية كامرة فتصمم تجيب ازاي الـ Area S minimum عبارة عن 11 على F ييلد في الـ PS في الـ D بتاع الـ Strap او واحد وتلاتة من عشر في الـ Area S ايهما اقل بما لا يزيد يعني لازم تحسب 0.015 في الـ PS في الـ DS وتاخد منهم الـ A الأكبر ده على اسيس ان الحديد بتاعك 3000 وكام وستمية فده الـ Area S minimum بتاعتي اقارن ما بين Area S و Area S minimum هشوف الـ Area S اللي انا عايزها ما يقال على سكشن واحد هيقال على سكشن مين اتنين وهيقال على سكشن تلاتة جينا جبت الحديد الخاص بالـ Moment يتبقى لان انا جيب الحديد الخاص بالشير انا رسم الشير بتاعي هبتدي اجيب الـ Q بتاعتي يا اما اخد اعلى قيمة من هنا او لو هنشتغل صح ناخد على بعض قد ايه D من ويش العمود ونشوف من هنا او من هنا او من هنا اي ان كانت بقى المهم تقدر تطلع لي من الـ Q بتاعتي بالطم وبعد انا اجيب الـ Q كستريس عبارة عن الـ Q على الـ P بتاعتي الـ Strap في الـ DS قارنها بالـ Q U maximum انها اتنين واثنين من عشر جازر FSU على جامعة C خلي بالك كل دي وحدتنا كيلو جرام على السنتيمتر مين المربع يبقى الـ Q U maximum ديه لو لقيت الـ Q بتاعتي اقل منها اكمل لكن لو لقيتها اكبر يبقى الـ Dips بتاعك الـ T بتاعتك unsafe لازم تزوده لكن لو كان الـ Q أقل من الـ Q maximum خلاص هجيب الخاصانة بتشيل الـ DA .75 في جازر FSU على الجامعة C وبعد كده اجيب ده بردك نقطة تانية لو لقيت الـ Q U أصغر من الـ Q C U يبقى انت مش محتاج كنات حط المينموم بتاعتك اللي هي خمسة فاي تمانية في المات اما لو لقيت ان الـ Q بتاعتك اكبر من الـ Q C U بقى انت محتاج كنات او حديد مكسح مع كنات او حديد يعني حسب ما انت خدت التصميم في الخلاصانة Q S U بتساوي Q U ناقص نص Q C U أصمم الكنات بتاعتي ازاي ده لو هشغل كنات بس أعقل ان الـ S بتساوي F يلد على جامعة S جامعة S بتاعت الحديد بكم؟ واحد وخمستاشر F يلد بتاعت الحديد غالبا بناخدها 2800 كيلو جرام على سنتيمتر مربع في أريا ستيرابس على Q S U اللي انت جابها من هنا في الـ P S اللي هي عرض مين؟ عرض الـ Strap نفسه عرض الـ Strap ده بيبقى كبير فغالبا الكنات اللي احنا بناخدها بتبقى اما كنات اربع فروع او ست فروع على حسب العرض بتاع الـ Strap زي ما تعلمت في الخلاصانة كده يبقى انت صممت الـ Strap جبت له الحديد بتاعه بتاع المومنت وجبت له الـ كنات بتاعته لتبقى لك اخر جزء في هذا الشابتر وهو رسم الـ Detail الخاصة بالـ Strap وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الجزء القادم شكرا شكرا